السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواتاتي كدير يلبس عليكم بخير هانيين كراكم مزيانين تمنىكم قاعد تكونوا باخر وعلا خير في الماكن تنتم تشاهدوا الفيديو مرحبا بكم معي فيديو جديد فيديو دي اليوم جيت ان شاء الله غدي نتقاسم معاكم واحد الوصفة اللي غزالة بالخبز البيت او بالخبز اللي كي بقنا كي برد خصوصا كي بقونا غيدك نص خبزة او الاربع ديال الخبزة صراحة يعني كي تبرد ما كديش الماكلة خصوصا يلعج انتو خبز جديد كاتبقا لكم حتى شي واحد ما كيدور بيها فاجربوا لها الطريقة دي كتجي زوينة يمكنكم تحضروا الفطر او القوتي كتجي اكتر من رائعة ومقبل ما نبديو الفيديو ديالك فيما العادة ما تنساوش تبعوهم لأول حتى الاخر بتشوفوا معاي الطريقة ديالو وكذلك انتم ما كتتفرجوا ما تنساوش تخليوا لوحد اللايك على الفيديو كتجي ليا فبسم الله على بركاته اللاي مبديو الفيديو ديالنا كما قتلاحظو هنا عندي طريفين انا ديال الخبز استعملوا اي خبز عندكم انا استعملت انا الخبز ديال الطر انتم ما استعملوا اي خبز كان عندكم يعني طايل معاكم دايت ديال البارح او ديالو البارح فاديرولو هالطريقة ها دي خديت الخبز ديالي خديت واحدة سكين وممكن نقطعوها هاقا على شكل طالي كيفما كتلاحظو كما قدت لكم هاد العملية يمكن لكم ديروا لاي خبيز عندكم صراحة كي تجي بنينة بزف كما قدت لكم دائما فاشكا تبقى نادك نص خبزة ولا ربا ديال الخبزة وخصوصا فاشكا نعجنو يعني خبيز جديد كي يبدي وياكلو مخبيز يعني اللي كي يكون جديد وكي خليوا ذاك اللي قديم حتى كي يقبس النع فما عندكي علاش اختي ضيعي خبيز ديالك يعني جربي لعض الوصفة هادي كما قدت لكم الفطر او القوترة كي تجي فنة فنة بزف غجربوها على حسابي سوف هنا قطعت خبيز اللي عندي كيفما كتلاحظو هاقا طولي وغادي ناخد هنا ميقلات كيفما كتلاحظو وغادي ناخد هنا سمن مويم عندي هنا سمن سمن البلدي يعني ديال البقر طابي عمية في المياه اللي يكون ضيجة بغضاء جيت معاكم طريقة ديالو اللي بغتوا تديرو في الزعتر انا هنا كندير في الزعتر كي يجي صراحة من السمن بالزعتر كي يجي رائع لفطور او القوتي او كنديروها كف يعني فالخبيز هادا كي يجي صراحة غزال بزار اللي بغتوا تشوفوا الطريقة ديال السمن غادي نخلي لكم الفيديو في اول تعليق متبات او في صندق الوصف مويم اللي بغتوا تشوفوا الطريقة ديالو غادي نخليها لكم وكذلك اللي بغتوا تشوفوا الطريقة ديال السمن حار قدي جا يعني ببغتا جيت معاكم اه الطريقة ديال تحضير السمن حار مويمة غادي نخلي لكم ان شاء الله الرابط ديال الفيديو اللي بغا يشوفوا غادي تلقاوا في صندق الوصف او في اول تعليق متبات كي ما قد لكم خديت هنا تقريبا واحد جوج معلق كبار ديال السمن وضعتهم فدق الميقلات وغادي نوضعهم على النار يدوبوا هناخديت واحد الاناء وغادي ناخد جوج حبات من البيض اللي حجم ديالهم متوسط وغادي نوضعهم فدك الاناء غادي نخلط دك جوج بيضاس مزيان مهم حتى كي يندمجوا لي مع بعضياتهم الصفار مع البيض من بعد غادي ندير عليهم مرشيشة ديال الملحة اللي ضرورية باش ما يجيناش يعني لبيض ديالنام السوس حضر رفافة بحلاكة من بعد غادي ناخد كاس ديال الحليب هاي الحليب والبيض صار حركي يعطي واحد لما دق غزال بزاف غادي نخلط مزيان وغادي ناخد خبيز ديال اللي قطعت غادي نديرو فدك الحليب وجوج بيضات اللي خلط مع بعضياتهم غادي نخلي حتى كي يسخن صافي وغادي نبدي ندير يعني طريفة ديال خبيز ديالي فدك الاناء اللي فيه البيض والحليب غادي نوضعوه في السمن بالنسبة للسمن اخواتي اللي كيجيه مجهد ومعندوش معاه بزاف ولا لي لكن بطبيعة الحل كيجيه مجهد ولا شي حاجه يمكن لكم تعوضوه يعني بزبدة يمكن لكم تعوضوه بالزيت كيبقى لكم الاختير انا صراحة السمن يعني كيجيه نزوين حلو كيجي الماضق ديالو اغزال انا فقط كنقولها للناس اللي كيجيه مجهد ولا ما عندو مشاكة مع السمن بزاف ولا يمكن لكم تعوضوه بالزبدة او الزيت وضعت ميقلات ديالي على النار خليتها حتى سخنز من بعد هزيتك طريفة ديالي اللي فيهم اللي وضعت فيهم الحليب والبيض انسوما صافي وغادي نقليوهم يعني دكس غادي نقليو ادخبيه زادا غادي نقليوه في دكس من اللي وضعنا وصدقوني ركي يجيو فنين خصوصا انه يعني مع السمن وفيه الزيتار صار حاجة ومن السمن والبيض والحليب راهجة وحد الماضق غزال بزاف كيبما اجد لكم كلكم تحضرون من الفطور او القوتي صار حارة كانت قطع معي واحد المقطع فاش كنت نقليوهم صافي طيب دك طريفة ديالي عندي بربعة وغادي ندير دك طريفة ديالي سبقاولي بنفس الطريقة كنهزو الخبيز كنديرو في الحليب والبيض اللي خلطنا بعد كنديرو في الميقلات مو بطريقة راه ساهلة بسيطة بساف وكتحضره في دقيقة في دقيقة ويكون عندكم هذا البيض عفوان نطل خبيز كيكون عندكم واجد صافي قدي نخليح احتى كي يتقل بعد قدي نقلبه نادز تباشر قدي نقلبه انتومه بالنسبة النار تكون ما بين متوسطة وقليلة متجهدوش النار بزاف وكذلك مترخفوش عليها بزاف يعني نار ليسكون هذا او ما تكونش هذا قليلة بزاف كيما كنقوله نقلب خبيص نقلب خبيص نقلب خبيص نقوم بتحمر الجهة نقوم بضع الجهة القشرة الفقية سوف ترد بالقشرة سوف نضيف للمدق نضيف النار نضيف محمر من الجهة نضيفه بالحليب وضيطرة يجب أن يكون رائع بسمن وضعتر يجب أن تقبسه طريقة طولية جرب الفطر النار جرب النار جرب النار جرب النار طريقة طولية خبيز بيت يعني يا خبيز ديال البارح اللي هو البارح كما ديالكم جربوا بعض طريقة كي يجيا السلام مع وحد الكويس ديالاتي موما دوش كي يليلو النهائي بعد ما أحيتم المقلات نتمنى أنه يعجبكم نتمنى تجربوا بعض الوصولات البدولية كذلك جربتوا يعجبتكم بارتاجيوها مع أخوتكم صحابكم مع بعض الناس اللي كتعرفون فضلا وليسوا أمرا إلقيتوا جدادوا الأول مرة كتشادوا للقناة فكنوا بلكم مرحبا بكم في قناة وقناتكم مع لكم واشتركوا فيها وتشغلوا الجرس باش بقوا توصلوا بكل ما هو جدي كذلك ما تفخليش عليها بلي لايكات ديالكم تعرفكم زوينة شوفوا مع عرق كي يرجع عرطاب حسن قعم الخبز اللي كان يكونوا يلا طيبنا الصراحة كي يجي عرطاب وكي يجي بنين بالزهم على وحد الكويس ديالاتي يا سلام لفطور فأغدين نقول لكم لباقي كي تشاهد الفيديو حسن شكرا بزارف حسن المتابعة ونقول لكم سلام عليكم مع فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله